ازايكم يا مواليد برج القوس يارب تكونوا بخير توقعات برج القوس ليوم الثلاث ستة وعشرين سبعة يوليو تموز الفين اثنين وعشرين هيتم تقديم نتائج كتيرة تعتبر مختلطة في اليوم ده على كل مواليد القوس هيكون في جو سعيد جدا في كل عالتك هيحصل الاشخاص اللي بيتقاضوا رواتب على دعم كبير جدا لمصرهم ممكن تنجز كل اعمالك بشكل حلو نتيجة اللي كل ده هتكتسب السلام والرضى العقلي الواضح ممكن لرجال الاعمال انهم يحققوا ارباح كبيرة لكن قبل ما تستثمر في اي مشروع لازم عليك انك تتحقق عن كثب من كل جوانبك الايجابية والسلبية هتظهر اليوم ده صحب كبيرة من خيمة الابل على حبك وعلى حياتك الزوجية هتكون صحتك رائع جدا هتلاقي نفسك النهاردة في وضع مالي مناسب قبل ما انك تاخد اي قرارات متعلقة بالاستثمار فكر فيها بشكل كويس وما تغلطش النهاردة مع شريك حياتك بالنسبة ليك عاطفيا هتشيري حركة الكعاكب ان اليوم يكون يوم محمد شوية لكل العشاق وكل المتزوجين في اليوم ده بالنسبة ليك مهنيا اليوم ممكن يكون محظوظ جدا لكل العمل هيكون فيه تحسن على مستوى تركيزك للاشخاص اللي بيتقاضوا رواية مهمة بالنسبة ليك صحيا ممكن تستمتع بحياتك الصحية بيبدو ان صحتك الكويسة ممكن تضيف ليها شوية من اليوجا لروتينك اليومي علشان تحافظ على لايوقة بدنية للأبد بالنسبة لحركة الكواكب بيقدر الامر يومه في برج السرطان هنبحث عن اماكن جديدة وانشطة مريحة ومألوفة مع كل ده هيبقى بيصير عندنا عطارد والبريخ في اليوم ده بدن ده بشكل واضح لازم نبقى بنراكب وانتصالاتنا اللي بتعتبر بتسرعة نتخطى بنخلالها كل الخطوات ممكن نلاقي نفسنا النهار ده بسرعة كبيرة في خلاف كبير بيبقى اننا بنتواصل بشكل غير فعال او حتى بنكون غير صبورين ممكن نتنافس النهار ده على الكلمة اللي بتخص تعبراتنا وافكار ده وقرانا هيجعلنا ده بدا الصعب ان يكون فيه عندنا حوار صحي اشتركوا في القناة